وسط تحديات أمريكية روسية تتوسطها أوروبا، تنطلق القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، والتي تعكس مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين. فما هي أبرز الملفات؟ الصين تولي المنطقة العربية لا سيم الخليجية منها أهمية كبيرة نظراً لموقعها الاستراتيجي وغناها بمصادر الطاقة إلى جانب كونها أكبر مستورد للنفط الخام عالمياً وتستورد نصف احتياجاتها من البلدان العربية. فهل هذه النسب تدفعنا للتوقع بارتفاع نسبة تصدير النفط الخام العربي إلى الصين؟ خمس دول عربية من بين أكبر عشر دول موردة للنفط إلى الصين تشمل السعودية والعراق وعمان بجانب الكويت والإمارات. إلا أن السعودية تعد البلد الأكبر في تصدير واردات الصين من النفط لتشكل وحدها 17.4% من إجمال واردات الصين من النفط الخام في عام 2021. فهل تتجه السعودية إلى زيادة حجم صادراتها النفطية إلى الصين في ظل توتر السوق النفطي؟ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية ينبئ بذلك. بعدما سجل ما يقرب من 330 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 37% عما كان عليه في عام 2020. حيث استوردت الصين نحو 264 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية. فهل تشهد القمة اتفاقات صينية عربية تزيد من حجم التبادل التجاري والاستثمارات؟ في المقابل، سجل مستوى التبادل التجاري بين الصين والإمارات مستوى عند 64 مليار دولار في أول ثمانية أشهر من العام الجاري. بنسبة نمو بضغت 27.93% لتصبح الصين أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات في العالم. في حين تعد الإمارات ثانية أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق تصدير في المنطقة العربية. فهل ترعب الصين من خلال القمة في توسيع شركاتها مع الدول العربية؟